اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والله احنا كلنا تفائل مستقبل المرأة بتونس طالما الحجد هذي تراه وتراه بالتنوح هذي كل ولبوا لداء اليوم في عيدها الوطني انهم باش يسندوا معناتها الحراك السياسي هذي وباش يتشاركوا جنبا الى جنبا مع الرجل في سياغة مستقبل البلاد والله بيحولها مستقبلها ومستقبل المرأة التونسية ان شاء الله بخير بكل الواحة مهما يكون اتجاهاتها الفكرية او السياسية او الحزبية والله احنا لسالتنا كمكتب مرأة واسرة انه نمديدين لبعضنا كل وراهي تونس عمرها ما تنهض بالتفرقة وانه ما تنهض بانه الناس تمديدها في بديد بعضها وتشوف المستقبل لما ناسوا كله تونس اوسع اوسع من انها تفرق ناس او تنفر ناس احنا كلنا نساء تونسيات وتشوف انتم في المشهد هنا تلقائوا المرأة اللي 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 الل اليوم المشهد مشهد حزبي وإنما نحبوه مشهد تونسي بمتياز هو شوف نعطيك حاجة العبادة الجاية هنا راه هو الأصل ومش ناس مسبوبة صبين باش الناس كلها عندها معناتها نفس التوجه فما عبادة يخدم الحماسة انهم معناتها يعطوش شعار حتى لا يخدمنا المرحلة وانو ما عطيش خلف يدنا احنا السياسية وانو ما هو كل طيف سياسي واحد تاخذ الحماسة انا نحكي لك على المرأة النهضوية داخل المكتب المرأة والأسرة النهضوي احنا رانا مدينة دينا نسوكل نرفع الشعار الوحدة الوطنية نرفع الشعار كلنا اليوم ننهضب تونس المرأة اليوم ضروري انها تشارك في المشهد السياسي اليوم الموجود في تونس باش تشارك ليس بالوقفة فقط وانما بالمبادرات انها بالتوافقات انها بشعتي حتى الحلول واحنا ندعو من الموقع هذا انه كافة الاحزاب انها توصل الحل توافقي بدون اقصال اي طرف معين وبدون معناتها التحيز الى الحزب اذا نحبوا بالحق نوصل بلادنا لبرا الامان لا لا مش هو شكل من الاشكال مش نهضة هي هذه كل مش نهضة لو انك تمشي تعمل دورة تو تلقى النهضة تلقى السي بير تلقى التكتل تلقى الوفاة تلقى الكرام هذين كلهم يوصلوا الاحزاب واحنا حتى المشهد اليوم ان شاء الله بالشكل على المنصة هو تشكيلة من النساء الموجودات وهو احنا هذي دعوة مش بالضرورة ولا لا انه تكون بقيادة معناتها المرأة النهضوية كما مثلا في اماكن اخرى احنا تمنينا اليوم فعلا انه مثلا ما اشتفرق مبين باردو وشرح حرية احنا شرح حرية عنده رمزيته في الظورة عنده رمزيته في الانقلاب على الاستبداد عنده رمزيته في انه يرفع تونس عاليا ويرفض الاستبداد ويرفض التغيان تمنينا انه النساء تونس كلهم بمختلف شرائحها ومختلف انتماءات السياسية انها تنسى انتماءاتها وتكون يدفد ويبحثوا على حل توافقي بيش ننهضو راه واذا نهضنا بالمرأة التونسية بالضرورة ننهضو بالمجتمع التونسي وبتونس العزيزة الغالية علينا فديلة سنوسي رئيسة الربط الوطني لأسرة التونسية ناشطة في المجتمع المدني اسم الربط الوطني لأسرة التونسية قدم تحية للمرأة التونسية في مسوين كانت تطبيبة المهندسة العاملة الزراعية في الارياء في العاملة أم الشهيد المناضلة نقول لها راول جهيد مزيل متواصل لبناء الدولة الحديثة لبناء الدولة الديمقراطية لبناء دولة الحرية لبناء دولة التضامن ودولة الوحدة الوطنية ان شاء الله كيف تقرأون مستقبل المرأة التونسية في البلاد؟ قبل ما نقرأ المستقبل نشوف الماضي الماضي صحيح كانت عندها حقوق لكن حقوق على الورقة كهوما كيف تعمل حقوق على الواقع نشوف المرأة اللي كانت متحجبة تتحرم من الدراسة تتحرم من العمل تكون ساجينة تغتصب في السجون هذيكا ماهوش حقوق ويني الحرية متاحة؟ الحرية عرفتها المرأة بعد الثورة لذلك نقول الحقوق والحريات ماهيش حبرة على الورقة يلزمها تتفاعل أنا نشوف مستقبل المرأة بعد الثورة أحسن بباشا من اللي كان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة